النهاردة بالعقل مجموعة من التساؤلات لاتحاد كرة القدم ومحتاج رد عليها بالعقل لأن الواحد أحياناً بيلاقي قرارات من اتحاد كرة القدم هي بالفعل قرارات جير مفهومة علمنا من مصادرنا أن اتحاد كرة القدم يتجه إلى تعيين مدير فني للاتحاد بحلول شهر يناير القادم ولكن هنا السؤال هو المدير الفني لاتحاد كرة القدم هيشتغل إيه؟ اللي أنا أعرفه بلاش اللي أنا أعرفه عالمياً مفهوم أن المدير الفني لأي اتحاد بيكون شخصية عندها خبرات كبيرة في الكرة وبيكون مسؤول عن الخطة الفنية يعني استراتيجية المنتخبات الوطنية والمسابقات خصوصاً مسابقات النشئين واختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات وكيفية تواصل الأجيال ما بين المنتخبات المختلفة ومن المفترض أن يكون التعاقد معاه بخطة طويلة الأمد وهو نفسه هذا الشخص بيشرف على تطوير المدربين والرخص كمان ده النموذج العالمي أو النموذج اللي تقرأه نموذج الكتاب بيقوله طيب اتحاد كرة القدم يتبقى ليه 11 شهر في مدته الحالية تولى المهمة تقريباً من سنتين طيب من بعد إقالة فنجادة لماذا لم يتم تعيين مدير فني للاتحاد؟ ولماذا يتم تعيين مدير فني قبل نهاية المدة وبعد ما اتحاد كرة القدم عين كل الأجهزة الفنية للمنتخبات؟ أدي حاجة من ضمن الحاجات أو مش من ضمن أهم الحاجات اللي بيشرف عليها المدير الفني طيب لو المدير الفني ده مش عجبه إكس من الأسماء اللي المديرين الفنيين هتمشوه اللي هتسيبوه؟ ما عرفش دكتور جمال محمد علي أيضاً أصبح معيناً من قبل الاتحاد لإدارة المدربية فهو المدير الفني للتحكرة القدم ده جاي يعمل إيه؟ هيشتغل إيه؟ هيحط استراتيجية ل11 شهر؟ اللي هي قريدي نصها خلصان اللي هي مسابقات النشئين والكلام ده؟ طيب هل حيتولى تطوير المدربين اللي هم مع الدكتور جمال محمد علي ولا هيعمل إيه؟ طيب حيعمل إيه في خطة المنتخبات الوطنية؟ يعني أنا دلوقتي شاف في منتخب 2005 إنه الكابتن واقل رياض مثلاً هو واقل ماشي كويس جداً ولكن مقصر مثلاً في عمله فهيمشي ولا هيقعده؟ طيب اتحاد كرة القدم حيوافق ولا لأ؟ اللي هو لسه معينه من شهر؟ نعرفش فكل التساؤلات دي محتاجة إجابات وبالعقل من مجلس إجابة الاتحاد اللي كلهم رجال محترمين وكمن من المدير الفني الجديد للاتحاد اللي المفترض أنا عارف الاسمه بس هنتظر لغاية شهر يناير وأقول لحضراتكو هو مين؟ وحيستفيد منه إيه؟ إحنا هنستفيد منه إيه؟ وحيشتغل إيه؟ معرفش أسئلة كثيرة جداً جداً أنا الحقيقة لا يوجد عندي إجابات لهذه الأسئلة شكراً لكم